اشتركوا في القناة وتقضي يومك هنا وسط الطوب والبنى وبنعرف ان جدته دي غانية جدا وبعد شوية وهما بيتكلموا بيلاؤوا الشاية بتجري وهي لبسها في استان الفرح وبتقى على يان وبتحضن وهي خايفة ووقتها بيوصل ابوها وزعيم القرية وبيحاولوا ياخدوها بالعافية وهنا بيلاقي الشاية بتمسك يان من ايده وبتقول لهم هو ده جوزي فوقتها جدت يان بتفرح جدا ان اخيرا حافدها هيتجوز اي بنت علشان رافض الجواز وبتقول له لو ما تجوزت الشاية انت ولا حفيدي ولا هعرفك بس بيلاقوا زعيم القرية وابوها بيتخنقوا مع الجدة وبيطلبوا مبلغ كبير مقابل الجواز فبيلاقوا الجدة طلعت مبلغ كبير جدا اضعاف اللي طلبوه وبعدها بتروح شيويان علشان يعملوا عقد الجواز الرسمي وده طبعا باوامر من الجدة وهم اساسا ما يعرفوش بعض وبتلاقي الجدة بتقدم لها اسورة بملايين هدية جوازهم وبتطلب منيان يعامل شيء كويس وبتقول له لو عرفت انك عملتها وحش هعتبرك برا ليلة وبتاخد منهم شهادة الجواز علشان ما ينفصلوش وبتسيبهم وبتمشي وبعدها الشاية بتسيب يان وبتمشي وبتقول له يا ريت ما تنامشي في موقع البناء تاني علشان صحتك ما تبصش وبتكون معتقدة انه مجرد عامل بسيط وبعدها يان بيركب عربيته علشان يرجع لشغله وبيكون مستغرب من افعال شاية رغم انهم ما تقابلوش الا مرة واحدة بس وتاني يوم بيروح يان لأول مرة للشركة بتاعته ولكن محدش بيعرفوا ابدا لدرجة ان الموظفين بيعتقدوا انه مجرد مدير اداري عادي جدا وبتوصل شاية وبتقف مع البنات الموظفين واول لما البنات بيشوفوها بيقولولها انت مجرد متدربة فليه بقى وقفة معانا وبتلاقي موظفة بتشد شنطتها منها وبتفضيها على الارض وهنا بتلاقي نسخة من عقد الجواز وبتقول لها معقولة واحدة زيك تتجوز اصلا وبتفضل تتنمر عليها هي وزميلها وبتقول لها اكيد طبعا متجوزة عامل نظافة او واحد بيشيل توب ما هو ده اخرك ولما شاية بتحاول تاخد شنطتها البنت مش بترحمها وبتشد كمان منها الشنطة وبترميها في الزبالة ده كمان بترمي عليها الزبالة وبتتنمر عليها بطريقة بشعة جدا وبيوصل يعان للشركة ولكن مش بيشوفها وبعد شوية بتوصل مديرة الشركة سو وبتسألهم ليه بتضيقوها فوقتها البنات بيتبلوا عليها وبيقولوا ان الشياء هي اللي اتنمرت عليهم وضيقتهم فبتلاقي المديرة هي كمان بتضيقها وبتتنمر عليها وبتقول لها دانتي لسه جديدة وبتتنمر علينا دانتي للتكسودة معانا النهاردة وتاني يوم بيكون يعان عنده اجتماع وبنشوفه عامل اجتماع للموظفين وبيزعق لهم علشان في مشكلة في الشغل ووقتها بتتصل شاية ولما يعان بيرد عليها بتقوله انها حضرت الاكل وفجأة ايدها بتنجرح فبيقرر يعان يلغي الاجتماع علشان يروح يتطمن عليها ولما بيرجع يعان للبيت بتكون شاية بتحاول تجيب حاجة من الدولاب وبتكون هتقع عليها فوقتها بيوصل يعان في الوقت المناسب وبياخدها في حضنه وبعدها بيقضوا وقت لطيف جدا مع بعض كأنهم يعرفوا بعض من زمان وبيكون خافي عنها هويته الحقيقية انه صاحب الشركة اللي بتشتغل فيها وتاني يوم بتروح شاية للشركة وبتلاقي يعان بعت لها فستان تحضر به عشاء عمل مع الموظفين وبيكون كل الموظفين لابسين فساتين على حساب الشركة وبعدها بتروح شاية وبتلبس الفستان الغالي جدا واول لما البنات بيشوفوها بيتدايقوا جدا وبيقولوا لها الفستان غالي ولكن مش حلو عليكي وبتلاقي واحدة من الموظفين بتقول لهم تطريز الفستان ده مفيش منه غير فعيلة يعان وبيكون مخصص بس الامرات الرئيس يعان فوقتها كله بيستغرب ازاي الشاية يجي لها فستان زي ده مصنوع من الحرير والألماس فبيتخنقوا معاها ووقتها بتوصل السكرتيرا سو وبتتنمر عليها هي كمان وبتقول لها طبعا الفستان ده اكيد مش حقيقي وازاي واحدة زيك متجوزة عامل بناء فقير تشتري فستان تمنه اعلى من مرتب السنوي ولما بيتأكدوا من تمن الفستان بيتهموها بالسرقة وبيمسكوها وبيضربوها ووقتها الشاية بتحاول تكلم يعان علشان ينقذها فبتلاقي موظفة مسكة الموبايل من ايديها وراماته على الارض وبتقول لها بتكلمي جوزك العامل الجربوع كمان وبتشدها من شعرها وبيمسكوها وبيقلعوها الفستان غاصب عنها ووقتها بيوصل يان وبياخد شاية في حضنه وبيغطيها بالبدلة فبيلاقي البنات برضو بتتنمر عليها لانهم ما يعرفوش ان يان صاحب الشركة علشان معظم الوقت بيكون شغال عامل بناء فوقتها يان بيرد عليهم وبيقول لهم انه سيد يان صاحب الشركة فبيلاقيهم بيتنمروا عليه برضو وبيقولولو بقى ليك عين كمان تكدب وتتظاهر انك صاحب الشركة يا فقير انت وبعدها بيوصل مدير الفندق وبيمسك السكرتيرا وبيضربها بالقلم وبيقول لها انت ازاي تتجرقي تكلم المدير بالشكل ده وبيلاقوا يعان بيقولهم حسابكم معايا في الشركة فوقتها البنات بيحاولوا يتأسفوا ولكن يعان بيسيبهم وبيمشي وبيكون معايا الشي امرعته وبيلاقي الشي بتسأله ازاي كل ده وهي ما تعرفش انه صاحب الاملاك دي كلها وكانت معتقدة انه مجرد عام البناء فبتلاقي يعان بيقول لها ايوة تتعرضي للتنمر تاني وتسكتي وتاني يوم بتروح الشركة وبتلاقي البنات الموظفين بيوقفوها وبرضو بيتنمروا عليها وبيتهموها انها اغوة الرئيس يعان يوم عشاء العمل والمديرة بتهنها وبتقول لها انك سرقت الفستان كمان فوقتها الشي بتسمع كلام يعان وبتضرب سو بالألم فوقتها سو بتاخد الألم وبتقول لها بما انك وثق قوي كده ان الرئيس يعني عرفك فياريت تتصل عليه دلوقتي لو اساسا معاك الرقم بتاعه وفجأة تلفونها بيرن ولما بترد بتلاقي يعان واقف وراها وبيقول للموظفين انه طلب يضم شركاته كلها مع بعض وبينادي على شي علشان تروح له المكتب ووقتها البنات بيكونوا متغازين وبيقولوا ازاي ياخدها معاه المكتب وبيكونوا اصلا مش مصدقين انها امراته وبينشوف يعان بعد لما شاية بتدخله بيقضوا وقت رومانسي جدا مع بعض وهنا بتدخل عليهم سو وبتشوف يعان مقرب على شاية واول لما بتشوفهم بتهزق شاية وبتقول لها هو انت كمان جاي الشركة علشان تغوي الرئيس فوقتها يعان بيقول لها شركتكم دي تستاهل كام علشان تتكلمي كده وبيحاول يثبت لها انه اصلا صاحب الاملاك كلها ولكنها برضو مصممة انه مجرد مستثمر في الشركة بس وبعد شوية بيوصل المساعد وبيقوله انه راجع الكاميرا بتاعت المعرض وعارف ان السو سرقت الفستان ووقتها يعان بيقول للمديرة سو انت مطروضة من دلوقتي وبنشوف سو بتروح تقعد مع مينجي صديق شاية السابق وبتعرفه ان الشاية تعرفت على المدير وهنا سو بتقول لشاية انت سبتي خطيبك القديم وكل شوية بقيت مع واحد وبتحاول كمان تعمل فتنة قدام يعان بس بعدها يعان لما بيعرف من شي ان صديقها سابها وارتبط بوحدة تانية غنية علشان فلوسها بيسمحها على طول وبيقول لها خلاص اللي فات مات وانا مش متدايق وبيطرد كمان سو وبعدها يعان بيلاقي شي بتقوله انت حبي الوحيد وبتطلب منه كمان ما يتخلاش عنها زي صديقها القديم وبيوعدها يعان انهم يخرجوا يتعشوا مع بعض في المطعم وهنا شي بيجي لها مكلمة من صديقتها انها تقابلها وبالفعل بتروح شي للمطعم وهناك بتلاقي صديقها القديم ومعاه حبيبته لي اللي ساب شي علشانها ووقتها شي بتطلب من صديقها الفلوس اللي نصب عليها زمان ولكن بتلاقي لي بتقول لها مدير المطعم وبيرحب بشي جدا ووقتها صديقها القديم والبنت اللي اهانتها بتعرف انها متجوزة حد غني جدا لدرجة ان مدير المطعم بيرحب بيها وبعدها شي بتقعد معاهم على نفس الترابيزة لان زميلتها عزمتها فبتلاقي لي بتتنمر عليها جدا وبنلاقي لي بتمسك شي من ايديها وبتتنمر عليها وبنلاحظ وفجأة لي بتشد الاسورة وبتقطعها وبتترمي على الارض فوقتها شي بتوطي على الارض وهي حزينة جدا على الاسورة وده لانها ما ادرتش للاسف تحافظ عليها بس وهي على الارض بتلاقي لي وصديقها مينج بيدوسوا على ايديها برجلهم وبيحاولوا يزلوها باي طريقة وهنا بيوصل يعان وبيشد شي من الارض فوقتها شي بتعتذر له على الاسورة اللي تقطعت فايان بيحاول يهديها وبيقول لها انه عادي يعني لو انقطعت ما حصلش حاجة وبعد شوية بيلاقي لي بتتنمر عليهم وبتقول لهم يا شوية فقرة وبتعرفهم ان عيلتها غنية جدا وتقدر تزلهم عادي خالص وبتقول لهم ان الامن لازم ييجي ويترد كم من هنا فوقتها يان هو اللي بيعمل المكلمة وبيتصل بالمساعد بتاعه وبعدها بيوصل المساعد ومعاه الامن وبيتردوهم ولما لي بتعرف ان يان صاحب اكبر شركات فاعلة يان بتكون مصدومة جدا وساعتها بتعتذر لي بس بردو بتكون مش مصدقة ان يان ممكن يتجوز وحدة زي شي وده لانها ما عندهاش املاك ولا حتى عيلة وبعد وقت من التنمر على شي فجأة يان بيطلب من لي وصديقها انهم يسددوا تمن الاسورة وإلا في المقابل هيحبسهم هما الاتنين وبعدها بنشوف يان بيشيل شي وبيرجع بيها على البيت وبيعالج كمان ايديها مكان الجرح ولما بيلاحظ ان شي زعلانة على الاسورة بيطمنها ان ما فيش حاجة تهم في الدنيا اكتر من صحتها وبيقضوا كمان وقت لطيف جدا مع بعض وتاني يوم بتصح شي وبتنزل وبتلاقي والدة يان قعدة وبتكلمها بطريقة وحشة جدا ولما بيدخل يان بيلاقي ام وبيتزع عقله علشان تجوز بنت فقيرة من وراها وكمان مش عاجبها علشان بتصح متأخر وانه كده بيدلعها وكمان بتقوله اكيد طبعا جدتك هي اللي اجبرتك على كده وبتتنمر على شي علشان بتشتغل في شركة وازاي مرات الرئيس تشتغل واتهين نفسها بالشكل ده ولما بتحاول شي تدافع عن نفسها بتلاقي والدة يان بتهزقها وبتقول لها على اخر الزمن اقول للناس ان ابني ان شي بقت تخصه ومش من حق اي حد ابدا انه يتنمر عليها وبعدها بتخرج والدته وبتسيب البيت وبتمشي وبيروح يعان وبيوصل شي لشغلها وبيحاول يطمنها انه جنبها دايما وبيقول لها ما تقلقش من اي حاجة وبيودعها قدام باب الشركة وبيمشي واول لما شي بتدخل الشركة بتلاقي البنات ميلها وبتطلع اشعة في الشركة ان شي على علاقة برجالة وبتغويهم واول لما شي بتدخل الشركة بتلاقي مدير القسم في الشركة بيهزقها وبيقول لها ان الشركة مش مكان لعمل علاقات وان الشباب توصلك لحد الشركة وبيطلب منها كمان تقدم استقالتها وكل ده وهو ما يعرفش ان يان يبقى صاحب الشركة ولكنه مش بيعلن عن هويته الحقيقية ولا بيروح الشركة والمرة الوحيدة اللي راح فيها الشركة تظاهر انه مستثمر عادي خالص وهنا بيوصل يان وبيلاقي شي بتتهزق وبيقول للمدير مين اللي يستجرق انه يطرد شي من الشركة وبيحذر انه يكلم ها تاني وبعد لما يان بيخرج بنشوف الموظف بيرجع يسأل مجرد المدير العام وبيعطف عليها وبتحاول شي تمثل انها فقيرة ولازم تكمل في الشغل علشان تدفع الايجار وبتعمل حوار على الموظف لدرجة انها بتصعب عليه فبيقول لها خلاص يا ستي هصرف لك مكافأ علشان تسدد ديونك ووقتها بيكون مستخبي وبيسمعها وبيعجب جدا بطريقتها في التمثيل معاه في اخفاء هويته قدام الموظفين وتاني يوم بنشوف السكرتيراس بتروح وبتقابل صديق شيئ القديم وخطبته وبتتفق معاهم انهم يضيقوا الشيئ من تاني وبتقول لهم ازاي البنت دي تضحك عليكو دي بنت فقيرة وجاية من الارياف ومش معقولة يعني هتلبس اسورة بملايين زي ما خدعتكم وبعدها والد لي بيكلمها ولما بترجع البيت بيضربها بالقلم وبيهزقها لما بيعرف انها سحبت ميت مليون من املكها وده لانه ما يعرفش انها سددت ثمن الاسورة اللي قطعتها وبعد شوية لي بتحاول تقنع والدها انه يشارك يعني في شركاته بمبلغ كبير وطبعا بكده هينفسه وهنا بنشوف يعني بيخرج مع صاحبه فبيلاقي صاحبه جايب له بنات وبيقول له غير جو شوية بدل ما انت دبست نفسك في واحدة بس من يوم جوازك ولكن يعني بيرفض ومش بيسمح لاي بنت انها تقرب له وبيقول لصاحبه تعالى نروح نجيب مراتي من الشغل احسن وبيوصل يعني قدام الشركة ولما شايب تخرج بيكون لطيف معاها جدا وبيقول لها انه رايح حفل رجال اعمال مهم قوي وبيركبها العربية ولسه هيركب بيقول لهم بصراحة انا ما شفتش في بجحتكو ابدا وبيسيبهم وبيمشي بالعربية ووقتها لي بتقف وهي متغازة جدا وبتقول بقى واحد زي يان غني وعنده املاك يتجوز شاي الفقيرة وانا وقفة كده وبتقرر انها تنتقم منهم وهنا شاي بترجع البيت وبتدور على لبس علشان تروح به الحفلة ولكن مش بتلاقي اي حاجة مناسبة وكمان مش بتطلب من يان علشان مش بتحب تدايقه وهو في الشغل وتاني يوم بتلبس شاي لبس بسيط جدا وشكله غريب بصراحة واول لما بتوصل الفندق عامل الامن بيوقفها وبيمنعها كمان من الدخول وبيقول لها شكلك كده فقيرة فخليكي هنا وانا هجيب لك اكل وتاكل برا ووقتها بتوصل لي وصديقها مينج وكمان بتكون معاهم الموظفة القديمة سو ولما بيشوفوها بيفضلوا يتنمروا على شية وعلى شكلها وكمان مينج بيقرب على شية وبيزقها وبيوقعها على الارض وبيقول لها طول عمرك فقيرة فقوعي بقى تحلمي انك تدخلي مكان زي ده وبيضربها كمان وفي نفس الوقت ده بيوصل ليه صديق يعني الفندق وبيشوف شية وهي بتضرب فبيقرب عليها وبيقول لها ايه اللبس المعفن اللي انت لابسا ده ما طبعا ليهم حق يتنمروا عليك وبيقول لها لازم تغيري لبسك ده وهنا بتبدأ الحفلة وبيتكون سو ولي حضرين ومبسوطين ان الشيء الفقيرة مش هتحضر وبعد شوية بتوصل شية وهي لبسة شيك جدا واول لما يان بيشوفها بيكون مبهور بيها وبش يكتها ووقتها يان بتقوله ان صديقه ليه هو اللي انقذها من سو ولي وبتطلب منه انه ما يبعدش عنها مهما حصل علشان البنات كتير حواليه فبيحاول يعني يطمنها وبيقول لها انه جنبها وفي نفس الوقت ده بيكون مينج صديقها القديم واقف بيرائبهم ومتغاز جدا علشان ساب شية وهي فقيرة اما دلوقت بقى فهي متجوزة اغنى شاب في البلد كلها وبتشوفه خطبته لي وبتقوله لازم تنتقم منها وبيتفقوهم اللي اتنين يفضحوا شيع وبعدها الشي بتروح الحمام وبيروح وراها مينج وفي نفس الوقت ده اللي بتعمل نفسها دايخة فبتقرب على يان علشان يسعدها وبتطلب منه كمان يرجعها لقضتها علشان تستريح ولكن بتلاقيه بيرفض وبيقول لها اقعدي على اي كرسي وبعد شوية بتعمل نفسها بتقع فبيضطر يان يوصلها قضتها بنفسه وهنا زميل يان بيشوفوه وهو بيسند لي وبيوصلها لقضتها فبيقولوا انهم لايقين على بعض جدا خصوصا انهم اللي اتنين اغنياء فوقتها بتكون شية خارجة من الحمام وبتسمعهم بيتكلموا فبتقرر تدور عليان ولكنها بتقابل مينج اللي بيحاول يضايقها وبيقول لها احنا البعض يا ستي ومستحيل واحد زي يعان هيبص البنت فلاحة فقيرة زيك ده كمان بيعتدي عليها ولكن بيلاقي شي بتضربه برجليها لحد ما بيقع على الارض ومش بيقدر يتحرك وهنا بيوصل يان والمساعد وبيكونوا منبهرين انها ضربته ازاي فوقتها المساعد بيقرب عليان وبيقوله انا بوصيك ما تزعلهاش في المستقبل علشان ما يحصل لكش زي ما حصله كده وبعدها مينج اول لما بيشوف يان بيقوله مش قلتلك تبعد عنها دي بنتي بيقى يعم ومش من مستواك فبيلاقي يان هو كمان بيضربه شلوت يوقعه على الارض مكانه تاني وهنا بنشوف يان لما راح الاوضم علي وحاول التغوي ولكن هو رفض يقرب لها وفهم كمان انها كدابة وبتعمل حوارات مش اكتر وبيلاقي المساعد بيروح له وبيقوله ان شي اختفت وبكده بيعرف انها خطة وبنشوف يان بعد لما بيحكي لشيك كل اللي حصل بيقول لها وليلي بقى انت ازاي بنت قوية كده لدرجة انك تضرابي راجل وتوقعي على الارض فبيلاقي شي بتقوله مش هما بيقولوا علي فلاحة على فكرة بقى انا فلاحة فعلا وكنت كل يوم بصح بدري وبروح الارض وبشتغل لحد ما بقيت قوية من كتر الشغل الشاق ووقتها يعان بيكون منباهر بيها انها شخصية بتجمع بين الرقة والقوة وبنشوف مينجي بيرجع عندي لي وهو مضروب واول لما بتشوف وبتهزق وبتقول رجع لي مضروب من بنت زي دي كمان وبتخرج لي وبتكمل يومها في الحفلة وبتصمم برضو انها متسب شي يان يطير من ايديها واول لما والدها بيدخل القاعة بتقرب على يان وبتمسك من ايده غصب عنه ووقتها يان بيكون مصدوم جدا اما والد لي فبيقرب على يان وبيتعرف عليه وبيشكره كمان على التعاون بينهم في الشركة وده طبعا علشان بنته سحبت مبلغ كبير من حساب ابوها وفهمته انها دخلت شراكة مع يان ووقتها يان بيتصدم وبيفهم والدها انهم مش ركاء وان الفلوس اللي بنته دفعتها كانت مجرد تعويد عن الاسورة اللي قطعتها لمراته ولكن بيلاقي والد لي مصمم برضو على التعاون معاه وبيقول له يا سيدي ما فرقتش كتير وساعتها بيطلب منه انه يشاركه ولكن يعان بيرفض وبنلاحظ ان لي بتكون متغازة بطريقة رهيبة جدا فبتسيبهم وبتمشي وبتقف مع اصحابها وبيتفقوا انهم يتنمروا على شاية وفي نفس الوقت ده الشاية بتكون وقفة في البوفي بتاكل فبيكتفوها وبيأكلوها كمية اكل كبيرة جدا غصب عنها ويعان بيقولوا احنا مش هنقبل اي اعتذار غير صادق وبياخد شاية وبيخرجوا برا الحفلة وبعدها والد لي بيمسكها وبيضربها في وسط الحفلة وبيقول لها سبقين انت على البيت وبيكون حرفيا مش طيقها وبترجع شاية للبيت هي ويعان وبيلاقوا جدتهم محضر لهم اكل علشان لقاتهم جعنين وبنعرف ان الجدة حطت لهم دو في الاكل علشان علاقتهم تتطور وهنا لي بتكون في بيتها وبتلاقي مين جي رايح لها علشان مش بترد على رسيله ولا بتكلمه من يوم الحفلة ووقتها لي بتستغل الفرصة دي وبتقول له ممكن نرجع علاقتنا زي الاول ولكن بعد لما ننتقم من شاية وبتطلب منه انه يعرف لها حقيقة اهلها الفقرة ويدور على اي حاجة يزلوها بيها وبتعرف منه ان الشاية عندها اخ مدمن ومديون بفلوس كتيرة جدا بسبب الامار والشرب وتاني يوم بتكون شاية قدام الفيلا فبتلاقي اخوها واقف اللي بياخدها بالحضن وبيقول لها ياه ده انا ما شفتكيش من زمان وده طبعا لي ومينج هم اللي بعتوه وبنشوف شاية بتاخد اخوها وبتقعد معاه في مكان بعيد عن الفيلا علشان ما يفضحهاش وبيروحوا وبيتكلموا في كافية وبتلاقي اخوها السرساجي بيطلب منها مبلغ كبير جدا وبيفضل يقول لها ما هو مش معقول يكون ليا اخت سكنة في فيلا ومتجوزة من راجل غني جدا ويبقى اخوها حبيبها معهوش اي فلوس فبتحاول شاية تفهمه ان مرتبها صغير جدا وكمان ما ينفعش تاخد فلوس من جزها ولكن بتلاقي اخوها بيهددها انه هيقول لاهل القرية على مكانها وهيفضحوها كلهم فبتحاول شاية تحل الموضوع وبتقوله انا معايا ستين الف يوان بس فبتلاقي اخوها بيقول لها هو انت فكراني متسول ولا ايه علشان اخد مبلغ صغير زي ده والغريب انه بيكون فعلا مش شايف نفسه متسول وبيحاول يضايقها وبيتخانق معها وفي نفس الوقت ده بيكون ليه صديق يان قاعد في الترابيزة اللي جنبهم فبيسمعهم وبيقرر يتصل على صاحبه يان علشان ينقذ شيعة وهنا بنشوف مين جراح لبيت اخه شيعة وضربه واكبره كمان يروح يتسول على شيعة وهنا بيوصل يان علشان ينقذ شيعة ولكن بيلاقي شيعة بتنديب السواء وبتكون مش عايزة اخوها يعرف ان يان يبقى جوزها وبترجع بعد كده شيعة للبيت وبتدخل تنام ووقتها بيخرج يان ومعه المساعد علشان يقبلوا اخوها المتسول فبيلاقوا اخوها بيقول لهم ان شيعة متجوزة عام البناء فازاي بقى سكنة في فيلا زي دي وده علشان كان يان شغال في البناء اول لما عرفها فبيمسكوه وبيضربوه ويان بيهددو لو اتعرض لشيعة تاني هي موته واخر اليوم بيرجع يان للبيت وبيطلب من شيعة تنظف المكتب بتاعه ودي اول مرة يطلب منها كده وبنشوف ان يان سايب الفيزا بتاعته علشان يختبر امنتها وفعلا بتروح شيعة وبتنظف المكتب واول لما بتشوف الفيزا بتجري على يان وبترجع هالو ووقتها يان بيقول لها الفيزا دي فيها ميت مليون مكافأة ليكي وبعد شوية بتكون شيعة ماسكة الفيزا فبتلاقي والدتي عن دخلت البيت واخدت منها الفيزا وبتهزقها كمان وبتقول لها انا كنت عارفة من بادري انك طمعان في ابني وعلشان كده بتسرقي فلوسه وبتقول لها حضري هدومك علشان من النهار ده خلاص ملكيش اعاد فعليتنا يا نصاب انتي وبتطردها فعلا من البيت وبعدها شيعة بتروح وبتحجز اوضة في فندق علشان ما بقاش ليها مكان وهناك بتقابل سو واول لما بتشوف شيعة بتتنمر عليها وبتقول لها كنت متأكدة طبعا انه هيزهق منك يا فقير انتي وبتكون شمتانة فيها جدا وبتشد منها الشنطة وبتوقع هدومها كلها على الارض ووقتها البنت بتاعت الريسبشن بتقول لها بقى انتي جاية تحجز اوضة غالية جدا ومش معاك اصلا هدوم غالية في الشنطة بتاعتك وللأسف كلهم بيتنمروا عليها في نفس الوقت ده بيكون ياان رايح الفندق وبيشوفها وهم بيتنمروا عليها فبيقرب عليها ياان وبيشدها عليه ولكن نفسك الطلاق مستحيل تجوز اي بنت غيرك وبيعدها كمان انه مستحيل يستغنى عنها ابدا وهنا الجدة بتكون مستنياهم واول لما ياان بيدخل بتقعدوا قدامها وبتفضل تهزقوا علشان شاية ثابت البيت ولكن بتلاقي شاية بتدافع عنه وبتقول لها انه بيعملها كويس جدا من اول يوم بتقابلوا فيه وبعدها يعان بيقول لهم انا ورايا مشوار لازم اعمله ضروري وبيروح وبيقابل صاحب وليا وبيقول له ان سو هزقت يعان وضربتها في الفندق ولازم يوقفها عند حدها وتاني يوم بتكون شاية رجع من الشغل وبتلاقي اخوها بيوقفها وبيضايقها تاني والمرة دي بقى بيطلب منها مليون يوان ولما شاية بتقوله انا مش معايا فلوس وبتسيب وبتمشي فبعدها اخوها بيروح للشركة بتاعت يعان ولما عامل الامن بيوقفه بيلاقي اخو شاية ضرب وبالالم وبيقوله هو انت تجننت علشان تمنعني من الدخول ولا ايه شكلك كده ما تعرفش انا مين وبيقوله السيد يعان يبقى جوز اختي ووقتها بيكون يعان في الشركة وبيلاقي اخو شاية دخل عليهم المكتب واول لما بيشوف يعان بيقرب عليه وبيكلمه بطريقة وحشة جدا فوقتها المساعد بيضربه وبعدها يعان بيقوله انا مستعدة اديلك كل الفلوس اللي انت عايزها ولكن تقولي الاول مين اللي حردك تتربص وراء اختك شاية وبيعرف منه ان لي ومينج هما اللي حردوا عليهم وبنلاحظ اني يعان اصلا شاكك ان ده يكون اخوها فبيحاول يدور على اي اسبات بكده وكمان يعان بيحذروا للمرة الاخيرة انه يتعرض لهم تاني وبيرجع يعان البيت وبيكون لطيف جدا مع شاية وبيقول لها انا حاسس انك مش من العيلة اللي تربيتي فيها اصلا ولكنها مش بتصدق كلامه وبعدها شاية بتخرج وبتحضر الاكل وبتكون مسكة طبق في ايديها فبتلاقي والدة يعان في وشها واول لما بتشوفها بتهزق شاية لانها راجعت تاني وبترمي كمان الطبق على الارض ووقتها يعان بيسمع صوتهم وبيخرج وبيلاقي شاية ايديها انجرحت فبيطلب لها الدكتور وبيلاقي امه بتقوله وكمان بتضلعها يا سيدي مش مستهلة دكتور يعني وبتكون غيرانة منها جدا وبعد لما الدكتور بيخرج امه بتزعق له وبتقوله انت متجوز واحدة فقيرة وسرقت منك الفيزا كمان وانت مش موجود وبنعرف انها اساسا ما تعرفش انه اللي سمح لها تاخدها فوقتها يعان بيرد عليها وبيقول لها انا اللي ادت لها الفلوس والفيزا كمان وبيقول لها انا مش هسمح لاي شخص مهما كان انه يطرد شيء من بيتي وده لانها مراتي المستقبلية وهنا بتوصل للجدة وبتسمعهم وهم بيتخنقوا فبتدافع عن شيء وبتقول لولدتي يعان ان شيء مراته ومش هينفاصل عنها مهما حصل وبعدها الجدة بتقولهم انها بتخطط لحفلة بعد يومين وبتوزع عليهم الدعوات وبعدها بيومين بتروح شيء للحفلة واسناء الحفلة بتلاقي شخص بينادي عليها علشان تساعده واول لما شيء بتقرب منه بيفضل يتنمر عليها فبيوصل مينج وبيعمل نفسه بيدافع عنها وبيقول لكل الناس انه صديقها ومرتبطين ببعض وبنعرف ان ده اتفاق بينه وبين لي علشان يفضحها في الحفلة وبيوصل يعان والكل بيفضل يتكلم علي علاقتهم وانه ازاي تجوز واحدة على علاقة بشخص تاني فوقتها الشيء بتفهم انها خطة علشان يفضح يعان فبتقرر انها تقول لكل اللي موجودين انها ملهاش علاقة بيعان ولا تعرفه وفجأة بتوصل والدة يعان وبتقول لها اخيرا عرفت هويتك يا فقير انت انا برضو قلت اكيد ابني مش هيتجوز واحدة زيك وبعدها لي بتتعرف على والدة يعان اللي بتطلب منها انها تتجوز يعان ابنها فبتكون لي فرحانة جدا لانها اخيرا وصلت للي هي عايزها وبعدها بتخرج لي وبتلاقي مينج بيوقفها وبيقول لها بقى هي دي اخرتها يعني انا بوز الحفلة وافضح شاية وكل دا علشان تسيبيني وفي الاخر تتخذ بليان فبيلاقي لي مش هممها اي حاجة وبتقول له انت كمان على فكرة فلاح وفقير زيها وبتزق وبيعيد عنها وبتخرج وبعدها بتقابل والدة يان تاني علشان تعرفها على اهلها ويبقوا عيلة وحدة وكل دا طبعا ويان اساسا ما اخدوش رأيه وهنا بيكون يان مش مهتم باللي والدته بتعمله وبيكون واقف مع شاية وبعد شوية بيلاقي شاية بتقوله انا لازم ارجع البيت علشان انام فبتلاقي شالها قدام الناس كلهم علشان يرجعها بنفسه ومش بيهتم كمان بكلام اي حد فوقتها ام يان بتشوفهم وبتزعق ليان علشان شايل شاية قدام كل الناس وبتقرب عليه كمان وبتهزقه ولكنه مش بيهتم بيها تاني وبياخد شاية وبيمشي وبعدها ليه بتقف جنبها وبتتمسكن عليها وبتاخد ام يان وبتجري ورا شاية فبتلاقي يان بيرد عليها وبيقول لها على فكرة العالم مليان ملايين الشباب فيارد بقى تسيبين في حالنا وفي نفس الوقت ده بنشوف مين جواقف بيرائب ليه وبيقرر انه ينتقم منها بعد لما ثابته وجاريت ورا يان علشان غني وفجأة بيجري بالعربية نحية لي وبيخبط ها مرة وحدة وبيحاول يخلص عليها وبعد شوية بينقذوها وبتروح المستشفى وبيكون يان وشي مستنين علشان يتطمنوا عليها وبيخرج الدكتور وبيطلب منهم فاصيل الدم معينة مش متوفرة وبيلاقوا يان بيتبرع لها علشان ينقذها وبيكتشفوا ان فاصيلة لي غير مطبقة للام والاب وهنا بيدخل والد لي وامها علشان يتطمنوا عليها فبتقرب شي علشان تطمنهم ولكن بنلاحظ ان والدة لي بتحس بحنان ناحية شاعة وبنعرف ان والدة لي كانت في مرة رايحة الريف وولدت في الطريق وللأسف بنتات خطفت منها وهي في الحضانة واخر اليوم بنشوف يان بياخد شي وبيعمل لها مفاجئة وبيصالحها وبيقدم لها كمان بوكي وارد وهنا بنشوف لي بتكون قاعدة في المستشفى فبتلاقي اخو شي المتشرد وابوها جايين من الريف وبيدخلوا عند لي وهنا بنشوف هم بيقولولها احنا اهل وبنعرف ان لي تبقى بنت الناس دي اما شي بقى فتبقى اهلها هم اهل لي اللي هي عايشة معهم وهنا بنشوف زمان لما والد شي المزيف يكون اهل فقرة وفلاحين وبتطردهم وبعدها بشوية بتروح شي ومعها يعن علشان يزوروا لي في المستشفى واول لما شي بتدخل في وقتها بقى لي بتشك ان شي ممكن تكون البنت الحقيقية لأهلها وبتحاول تبقى لطيفة معها هي ويعن وبتمثل انها بتتمنى لهم السعادة وبتعزم كمان شي على مشروب وبعدها بتاخد منها الكباية وبتركنها على جنب وبعد شوية لي بتعرف منهم ان الشخص اللي خبطها يبقى مينج علشان قررت تخونه وتتجوز يعن ولما بتعرف كده بتبقى منهارة تماما وبتروح لي وبتاخد الكباية مكان شايع وبتعرف من الدكتور بعد نتيجة فحص الكباية ان شي البنت البيولوجية لأهلها اللي عايش معهم وبيقول ان شي اتسرقت من أهلها وهي صغيرة وعاشت مع أهل لي الحقيقيين يعني من الآخر كده لي هي اللي فقيرة وأهلها فقرة أما شي فهي بنت الناس الأغنية فبتطلب من الدكتور ان اللي عرفه ده يفضل سر بينهم وبتخرج لي من المستشفى وبتروح وبتقابل والدة يعن وبتعرف من والدة يعن ان شي ويان متجوزين اضربها وبتهددها كمان بالسكينة وبعدها لي بتتصل على الشاية وبتقول لها تعالي انقذي حماتك من تحت ايدي وبالفعل بتوصل شاية وبتلاقي لي مسكة السكينة وحطاها تحت رائبة حماتها وبتقول لها لازم تطلب الطلاق دلوقتي من يعني يا اما بقى تترحمي على حماتك فوقتها الشاية بتقول خلاص خلاص بتحط السكينة على شي بدلها وفي الوقت ده بقى بيوصل يعني علشان ينقذهم وهنا اهل لي اللي عيش معاهم بيكونوا قاعدين بيتكلموا على طفولتهم اللي ضاعت منهم فبتوصل لي وبتاخد ورق الفحص الطبي بتاعها قبل لما اي حد يشوف ووقتها اهلها بيستغربوا من رد فعلها فبتعرف منهم ان مينج خلاص اتحبس ويتاني يوم بتروح لي وبتخرج مينج من الحبس وبتطلب منه كمان يخطف اهلها بمقابل مادي وبالفعل بعدها بتروح لي مع مينج علشان يخطفوا اهلها وهنا بتلاقي اهلها بيقولولها انت فعلا مش بنتنا ولكن يا بنتي احنا عمرنا معملناك على انك شخص غريب ابدا وبنشوف يان بيعرف ان اهل شي الحقيقيين مخطفين من لي وبيكون مينج بيحاول يخلص عليهم علشان محدش يعرف انها مش بنتهم ووقتها بيوصل يان ومعاه الشرطة وبيمسكوا مينج وبنشوف لي متغازة وعايزة تنتقم باي طريقة فبتمسك شي وبتضربها في بطنها بكل قوتها وللأسف شي بتنزف وبينقلوها على المستشفى وهناك بيعرفوا انها كانت حامل في الشهر التاني وهي ما تعرفش ولكن بيفرحوا ان الطفل متأزاش وبيكون يان فرحان جدا لانه خلاص هيبقى قب وكمان اهل لي الغير بايولوجيين بيعرفوا وبيتأكدوا ان شي تبقى بنتهم الحقيقية وبيكونوا فرحانين انهم اخيرا لقوا بنتهم وهنا بعد فترة بيتجمعوا العيلتين مع بعض وكمان اهل شي الحقيقيين بيحولوا كل املاكهم باسمها واخيرا شي بتولد وبتفرح كل العيلة لانهم كانوا مستنيين الحفيد وبيقرروا كمان يعيشوا في تابات ونبات وكده خلص مسلسلنا النهاردة اشوفكم بقى في فيديوهات جديدة سلام